اشتركوا في القناة بكلام قبيح او بذيء او كلام فاحش وهذا لا افعله اطلاقا بل اناقش الاسلام بكل عقلانية وبطريقة سلمية فاين السب هل كل نقد هو سب ان كان الجواب نعم فهل يمكن اعتبار نقد الاسلام والمسلمين للمسيحية واليهودية وكل العقائد الاخرى سبا هل حين ينتقد القرآن عقائد النصارى يمكن ان نسمي ذلك سبا وشتما ام ان القرآن والاسلام والمسلمين نسمي نقدهم نقدا وحين يقوم اي شخص اخر بنفس الشيء تجاه الاسلام نسميه سبا وشتما الشيء الاخر ان بعض المسلمين يعتقدون ان نقد الاسلام يعد كراهية وحقدا تجاه الاسلام وتجاه المسلمين وهذا ليس حقيقة فالنقد لا يعني الحقد ولا الكراهية بتاتا تجاه الاشخاص فالمسلم على رأسي وعيني واحب واحترم ولكن هذا لا يعني انني لكي احبه علي ان اقبل الاسلام وان اسكت وان لا انتقد مثلا اعطي مثل مثلا لو ابنك يعتنق افكارا جهادية داعشي وقلت له يا ابني انا احبك واحترمك ولكن افكارك الجهادية وافكارك التكفيرية انا ضدها وامقتها فهل هذا يعني انك تكره ابنك بطبيعة الحالة نستطيع ان ننتقد الافكار والمعتقدات دون ان نصير اعداء لو تعلمنا ان الاختلاف والنقد هو حق من حق كل انسان اتذكر حين ناظرت الشيخ طارق يوسف بعد المناظرة ذهبنا واكلنا وضحكنا وقضينا وقتا ممتعا دون ان تفسد المناظرة الجو الذي كان بيننا فالمناظرة والنقاش امور ايجابية علينا تقبلها بروح رياضية بعيدا عن التعصم فحب الاشخاص لا يعني حب معتقداتهم وكره المعتقدات او الاختلاف معها ونقدها لا يعني كره الاشخاص علينا دائما ان نذكر انفسنا بهذه القاعدة فرغم نقضي الشديد للإسلام اوصي كل شخص كل شخص بحب المسلمين واحترامهم كأشخاص وانا اؤكد ان الشعوب الناطخة بالعربية والشعوب الإسلامية لن تعرف طريق التقدم ان لم تسمح بحرية العقيدة وحرية التفكير وحرية التعبير ولن نتعلم حرية التعبير والتفكير ان كنا نتهم كل من ينتقد معتقداتنا ان نحاقد وحاسد وصليبي ومتآمر وعميل وخائل ان لم تتغير هذه العقلية ويصير النقد جزءا من الحوار الاجتماعي لن نلد الا مجتمعات منغلقة متطرفة لانه لا فرق لا فرق بين الذي يقتل الانسان لأجل العقيدة وبين الذي يريد ان يخرسه للأبد حفاظا على معتقده كلاهما سيان لا احقد على احد ولا اكره احدا فالكثير من اهلي لا زالوا مسلمين والبعض من اصدقائي مسلمون وقد ساعت واساعد اشخاصا مسلمين كل وقت تمرن جيدا على الفصل بين الاثنين بين العقيدة والاشخاص فتقبلوا نقضي بصدور رحبة كما اتقبل انتقاداتكم بصدر رحب والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة